السلام عليكم لبنات كيف انتم انا بس عليكم كيف عملي مع الصحة مزيانين كانت منتكونوا باخروا على خير فرحانين نشطانين اوه مزيانين لبنات انا متحمسة متحمسة اليوم بزاف علاش الموضوع ديه اليوم غزال واعر مزيون وتحت طلب ديلكم طلبتولي في الفيديو اللي قبل من هذا بزاف بزاف كاترة اللي هي الهالات السوداء في في رفين الهالات السوداء بليس شي حاجة تكون افكاس هادي هي اليكين اليوم اشي حاجة افكاس نتيجة ديالا روعة نتيجة ديالا الطوب نتيجة ديالا غتفرحك نتيجة ديالا غتحسي بالسعادة والفرح وتنقضي والطيري ايه غتحني من من الخافي العيوب اللي كتعملية مثلا مش يدرق لك ذيك المشكلة هذيك غتحني من المثلا البرائمر اللي كتعملية هنا يا باش ذيك تجاعد ما يبانو لك شي تحت الفندوتان غادي تبقى هايض البشرة ديالك مديرا لاحتاش حاجة ما عملها لاحتاش حاجة ومتحنيا وكاملة لون موحد في الحلويان تحت الويناتك في حلويان ذيالخدوديالك يعني غيكون عندك ان شاء الله لون موحد وبالنسبة لبنات كذلك اللي عندهم الصامار ذيالشفيف ما عنده مشوحد اللون موحد في شفيف ديالهم كاملة او لعندهم تجاعيد حول الفم البنات هذا الماسك وعر 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 بتجاعيد حول فم كينين مصاجات يعني عاتعماليه في حال هيدا 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 تقرفصي هيدا بشوي شفيف ديالك يعني ينحرقوا له مع الدورة الدموية ونعمل هذا المسك والعوينة تعملين المسك المسك اللي وردت لكم في الفيديو اللي قبل انخليه لكم في التعليقات باش لي ما شافتوش تشوفو ونخليه لكم في صندوق الوسف الرابد ديالو يعني ضرور داك المساج باش كنحركوا الدورة الدموية نقود لكم غير داك المساج اللي عملنا را ديك الهالة السوداء ديك الهدا اللي فوق الجف اللي كيكون فيه سود كي بدي تلاشا و كيمشي وحتى ديك النقاط اللي كتكون سوداء او للبقع الداكينة مومي لديك ملي عملوه هدا حالة السوداء و التجاعيد مثيهم هادي شي حاجة روعة شي حاجة روعة 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 للتجاعيد شي حاجة بديك روعة للتجاعيد يعني ضحك نقذين يدري اللي بغيتي غضي وختميني هيدا هنا يالله واحد شويش مومي هالبنات غليت تعملوها الماسك هدرا غزال ومفيد وواعر ونوريكم دا بالطريقة كيف ش غادين تعملوه نحكوها تقريبا 20 شهر كامل سريعه ويوميا نعملها لا تاعب لا جهد لأي شيء نعصره في حاله نحكه و بعد نعصره في حاله نصفيه نأخذ الماء هنا كذلك البرتقال كذلك نعصر هذا البرتقال قليلا كبير لنعطينا واحد الكاس صغير نعصره في حاله و نأخذ الماء هنا كذلك نشد البطاطا كذلك و نحكوها جيد و نحكوها جيدا و نقوم بتصفية فقط نعزل القشور على الماء يعني نأخذ غيل ماء دياله كما تشوفوا معي هنا المناس هنا مخارجت لي شيء بزاف ما ينتمون من الأحسن تقدروا تزيدوا من الناس تكملوا واحد الكاس صغير ماشي مشكل المهمة المنات هنا كيفما تشوفوا معي عصرت كذلك و من بعد نعملوا هذه المكونات مع بعضها و نضيفوا لها واحد المكونات رائع كذلك معروف في التفتيح و في التبييض و غزال غزال بزاف غتشوفوا معي الطريقة كيف يفشل البنات دابة و حالة كاس ديال الخيار هيدا ماء الخيار أنا كنموت هنا ماء الخيار الخيار كي عجبني و نتبع القناة من الوره رغم عارفيني أنا كي عجبني الخيار هنا غنعملوا كذلك واحد الكاس ماء مرش ديال البطاطا بطاطا مبشورة و زونالة و عصرناها و اخذينا الماء ديالة تقريبا كاس مع مرش أو لا كاس ما كان حتى شي مشكلة هنا الليتشين اللي هو الليمون اللي هو البرتقال كذلك كاس ديال صغير ديال عصير البرتقال ها هو البنات هنا ديك نشبقه ملصقه أنا غادي نزوله و نرجع هنا ديال البطاطا نشابه ديال حول العين و غادي دخل لنا في القلب ديال الهالات السوداء و غادي حييدهم لينا هنا عندي بسم الله هنا عندي المطحون ديال الحلبة الحلبة نطحنوها و نغربلوها جشة لصدي المرات باش ترجعها رقيقة مرة لما انه كان عندك سواد كثير ضروري تعمليها ما كانش عندك سواد كثير عيتاج و دك شي و خمت تعمليها ماء الورد تقريبا ملعقة كبارين من الطعام كترين انتهى الفراسي ماء الورد تقريبا ملعقة كبارين من الطعام تقريبا ملعقة كبارين من الطعام كيف تستخدمين البطاطة كيف تستخدمين البطاطات هذا النشاء يملكي يملكي بسرعة نشاء طبيعي ثم يتحضر لكم بالتطعام يجب أن تجاهد المكونات أخرى سوف تجاهد المكونات بسرعة نحرك كاملين سوف نعدي هذا طريقة واعرة سوف تجاهد المكونات بسرعة سوف تجاهد المكونات بسرعة لتجاهد المكونات بسرعة مستمع بسرعة ونقوم بسرعة هذا الماء عجيب ترشيح على وجهه في شبخه سور نقاط سوداء بقع سوداء بنية هما البنات سوف نأخذ هذا القطن قطن يكون هذا طبيعي بيو وهو هنا يمكتب بيو 100% هنا يمكتب قطن 100% يعني شي قطن يكون طبيعي لا يكون شطناي لكن تآخر مهم غير هذا من أحسن يعني يكون البنات نضيفهم هنا على الشكل هذا ما تشوفوا معي البنات نضيف هنا تقريبا شحال ما بغيتي يعني على حسب هذا الماء هذا كتبقى يتعملي كل نهار جوجت على العوينات ديالك كتعمليهم تقريبا 1-4 ساعة كتعمليهم في الثلاجة يكونوا يعني يكونوا باردين كتنزليهم من العوينات يكونوا باردين هذا ضروري سنزيل لأن هذا الماسك يعجبني حتى الوجيه ديالي مرة هيدا ننزله من الخضيودة ديالي ولا البلاسة اللي عندي فيها مثلا أن نقوم بتقريبا كتابة في مدينة يشربوا هذا الماء جيدة سوف نستخدم بلاستيك بلاستيك غذائي و يدخل للثلاجة سوف نستخدم بلاستيك 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 بسرعة تحتاج كل يوم البنايز كل نهار موسيقى 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 نستفع هذه البلاستيك لأنهم يجمدون و نفتح البلاستيك و نفتح البلاستيك و نهزه بسهولة و اعرى البناتها طريقة هذي غزية لما كتعجش و تخليك تعملي هذه الماسك هذا العوينة ديالك يوميا كتنزلي في حلقات لكم من ربع ساعة إلى نصف ساعة على الفم ديالك البلاستيك فيها سامر عندك تفل الخضود عندك الكلف عمليهم يوميا بدك الموطع هذك حتى يحيدلك ديك المشكي المهمة البنات كان هذا هو لا فيديو دياليوم مزيون 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 بزافة البنات و مفيد مفيد العويناتك اهم حاجة هي انك تعمليه عملوها البنات بليز او الله يلا كنبغي لكم الخير و باغاكم فعلا تلاحظو نتائج لي غا تفرحكم و غا تفيدكم انا عارفة ايو حتى دخلت للفيديو هذا كي يهمها و محتاجة تعالج المشكيلي هذا و غي تعالج بإذن الله سبحانه وتعالى و مالبنات الطريقة كيفاش غادي نوضعوه في التلاجة و غادي نعملو هيدا جوجي على العين الناس ديالنا و نخبقه ربع ساعة نصف ساعة عادك نزولوهم من بعد نغسلوهم بغيب الماء دافئ عادي صافي فساعة نحتاج حاجة لي كنا لك انا لديك كريم ديال العينين و بلا ما نعملو حتى شي حاجة وبنسبة لفم كذلك ها نعملوه هو بارد عليك حرقنا الضورة الدموية لديه العينين و قدرنا نعمله غايشوا يا هيدا، الفم ديالنا باش نحركوا الضورة الدموية وهذه دغية دغية نستعملو من هذا المسك يصفلنا الشفيف ديالنك يعطيه مواحد اللون موحد وارد يغزال و كذولنا التجاعد حول العين حول الفم و كذلك حول العينين وبنسبة للعيني لو بغيتي واحد نتيجة اللي عندك عيون مثلا غائرة بزاف عندك تراهول في الجفون اللي هو بزاف عندك تجاعد كتيرة هتعملين يدك الماسك اللي نزلت لكم قبل من هاد الفيديو هادا المهم البنات اللي ما تفرجوش فيه هنزلوه لكم في اول تعليق في القناة او لا في صندق الوصف باش تشوفوا لانه الى عملتي ديك الماسك هاداك ديك الماساج هاداك غيترفع لك الجفون ضغية مع هاد الماسك هادا وكذلك غادي حيدولك التجاعد بسرعة لانك يحفز الدورة الدموية في حلقة لكم قبل المهم عملي تعملي دك الماسك هاداك تعملي هادا مباشرة لو خاكين زيت ماشي مشكير راي تسفر القلب مباشرة لان ديك البرودية غتسخن ديك الزيت وغتسخن لان الدورة الدموية كتكون اجرات وكذلك في العوينات ديانا وكذلك هاداك يكون بارد وكينفاء تفاعلوا مع بعض دياتهم كتكون البشرة هنا سخنات وكيدخلت شدك الزيت وكيتحمق وكي يعطي واحد ترطيب عامي قدمك البنات هاداك راها واحد تكنيك غزال وواعر باش خلي البشرة ديالك شابة ولوجه ديالك رائع يعني بنسبة للفم وبنسبة للعوينات هادا هولا فيديو ديال اليوم اللي بنات كانت منينا لإعجاب ديالكم إلا عجبك عمليلي ديزلايك ما عجبكش عمليلي لايك ما عجبكش عمليلي ديزلايك وشاركوا معي في تعليقات ديالكم آراءكم آراءكم تشجيعاتكم وكذلك انتقادتكم على الرأس والعين وكن حبكم ونموت عليكم موح عليكم ونتلقوا في الفيديو المقبل بإذن الله وأحبكم بلا حدود موح عليكم